طيب خلينا ناخد كابتن وليد صلاح الدين معنا طبعا على التليفون كابتن وليد صلاح مدير الكرة السابق في نادي الاتحاد السكندرية كابتن وليد ازاي حضرتك؟ كابتن إسلام ازايك وحيشني؟ ازايك يا كابتن وليد؟ وحيشني يا كابتن إسلام انت اللي وحيشني والله يا كابتن وليد؟ عامل ايه؟ كله زي الفل الحمد لله يا كابتن وليد يعني الفترة اللي فاتت يعني أنا شخصيا واحد بالناس كنت دائما ما أشيد بأداء نادي للتحدي السكندري خلال أول سبع تمن مباريات إيه اللي حصل بعد كده كابتن ولماذا استقال الكابتن وليد صلاح ولماذا استقال الكابتن مختار ولماذا تم قبول استقالة الكابتن وليد ورفض استقالة الكابتن مختار مختار لا هو الوضع مختلف يعني أنا بالنسبة لي أنت عارف مدير كورة فده أساس شؤلي أنت عارف أن دائما اللعيبة متعلقة من رقابتك أنت والحقيقة كابتن وليد أنا بهنيك لأن أنا عارف أن اختيارات أو يعني طبعا معك كابتن مختار لكن الاختيارات كان يعني لحضرتك ليك دور كبير فيها اختيارات اللعيبة يعني والله الحمد لله احنا عاملين فرقة كويسة يعني مجلس الإدارة اكتهد الكابتن مختار وجاز الفني كله وكان ليه دور صغير معاهم في اختيار اللعيبة وعملنا فرقة كويسة في نادي الانتحاد واتفقنا على حاجات المشكلة أن الحاجات دي يعني ما تنفذتش وده صميم عملي عندك حل من اتنين في شغلك كابتن اسلام وانت راجل يعني وانت إداري والعيب كرة كبير ودلاتي بتدير برنامج كبير عندك حل من اتنين يا إما تشتغل من ايه بقى خلقها سبوبة بقى وديك بطيب بضو وملاكش دعوة يا إما تشتغل صح نعم أنا أنا علشان احترم نفسي وعشان باحترم نادي الانتحاد وعندي جماهير كبيرة لازم احترمها والأول احترم نفسي أنا عايز اشتغل صح مش عايز اشتغل غلط فبالتالي قلت مرة اتنين وثلاثة وعشرة ومية ان يا جماعة في حاجات مقصة فريق يعني الحاجات دي يا كابتن اعتقد انها مستلزمات مادية ولا في حاجات تانية والله يعني في منها مادية وفي منها حاجات بس خلي بالحضرتك كابتن اصل برضو يعني حضرتك عارف ان موارد نادي الاتحاد سكنداري او معظم الانداز شعبية الحقيقة بتبقى يعني صعبة ان انت تجيب فيها فلوس يا كابتن وليد الكلام ده لو انت بتطلب شيء زيادة يعني حرك شايف ان هو لا مظبوط يعني انت في الاخر لما بتلاقي كمدير كورة ده هيؤثر على الفريق وده بدأ يؤثر يعني انت مشيت شهر واثنين وتلاتة لما بتلاقي انت كمدير كورة الموضوع بدأ يؤثر على اللاعبين اداءا ومعنويا والنحية الفنية يعني والنحية الفنية يعني يعني انت لازم هتاخد اكشن او لازم هتاخد قرار انا الحمد لله ما عنديش اي مشكلة شخصية مع اي حد في نادي الاتحاد مجلس الادارة ناس كلهم محترمين وعلاقتنا زي الفل لكن انا كشغلي انا ما قبلش ان شغلي يمشي غلط تبالتالي انا قلت يا جماعة انا باعتذر لان انا شايف ان انا يعني كده مش هيبقى ليه دور لو انا ما قدرتش احل كل مشاكل اللاعبة لو انا ما قدرتش اقول كلمة حق ولازم تتنفذ ونخايف اللحظة دي بقولك لو مجلس الادارة مالتزمش بكل التزاماته اللي احنا اتفقنا عليها ما قبل الموسم هيبقى في مشكلة النادي الاتحاد المواضيع دي بقى حاجات كتير جد انت تتعلق بالملعب وتتعلق بالليحة وتتعلق بمستحقات وتتعلق بمكافئات يعني تتعلق بحاجات كتير اتمنى ان انا يبقى الرسالة الاستقالة دي رسالة لمجلس الادارة ان يا جماعة الحقوا فريق الكورة والحقوا حلوا المشاكل علشان الامور تاني تتعدل وتمشي في الصياق الطبيعي نتمنى ذلك يا كابتن ولكن يعني كان الحدث للأبرز خلال الفترة اللي فاتت هو انت طلعت اعتقد في مع كابتن متحط اعتقد او في احد البرامج انا مش فاكر مين وقلت ان يعني كاسونجو حيروحوا الاهلي او حضرتك وطبعا الكلام بما ان وليد صلاح الدين نجم النادي الاهلي السابق بيتكلم في هذا الموضوع يبقى اذا هو يعني الناس بتعتقد كده ان هو بيبقى ليه دور في ان انت تسهل انتقال كاسونجو مثلا من الاتحاد للنادي الاهلي رأي او رد حضرتك ايه على هذا الموضوع لا الكلام ده مش مزوط تماما والحمد لله يعني طلع الدكتور مشالي تقريبا مبارح والاستاذ شريف ابراهيم وكلهم قالوا احنا الخلاف دينا كان في انما اتكلمت على موضوع المستحقات فالحمد الله موضوع كاسونجو ده يعني منتهي تماما احنا قلنا رأي فني رسمي يا كابتن الاسلام ان كاسونجو مايمشيش من نادل الاتحاد السنة دي لا ما لقى اللي حصل الموضوع كبر قوي وقالك وليد صراح بيقول كذا وبيقول كذا لا انا ما قلتش كده والمكالمة مسجلة على اليوتيوب ومسجلة مع كابتن متحط وكابتن متحط ذعها كمان مرة الفكرة كلها انا قلت بالضبط ان احنا رأينا الفني ان كاسونجو يقعد في نادل الاتحاد لنهاية السنة ولكن لو نادل الاتحاد بيمر بأزمة مالية طاحمة ومش هقدر التزم مع اللعيبة ومع الجهاز الفني بمستحقاتهم هيضطر نادل الاتحاد زي زي غيره من الاندية انه يبيع حتى ما قلتش كاسونجو قلتو يبيع اي العيب زي الاسماعيلي ما كان بيعمل يعني خلال الفترات اللي فاتت مثلا زي اي حد وحتى كمان انا الحمد لله الواحد بيحاول او بيعرف يختار الفاظه بعنايه قلت حتى هيبيع اي من اللاعبين سواء للزمالك او للاهلي او لأي حد وجدت اسم الزمالك الاول عشان ااكد ان انا ولا لي اي هدف كاسونجو ده يروح الاهلي ولا يروح الزمالك ولا مش قصتي انا قصتي كمدير كورة ان انا ابقى ملتزم قدام اللعيبة زي ما اشتغلنا الخمس شهور الاولانيين اا بالتزام كامل الناس دي علشان انا ابقى محترم قدام اللعيبة لازم اجيب لهم حقوق واع لا عشان حضرات كمان لما تدي عقوبة لحد على اقل تقدر تدي هلو بوي يعني اا يعني انت كل الاتزاماتك موجودة عشان كده اقدر عقبك لكن انا دلوقتي عقبك ازاي وانت الاتزاماتك مش موجودة تكلمك مزبوط مليون في المية. نعم. يعني ده 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 يعني ابسط ابسط اه القواعد في شغل ادارة الكورة ان انا لازم اكقول اه مديك واستحقاتك عشان اقطع رعابتك لو قلت. بالزبط. لكن انت هتيجي تغلط هقولك خصم هتقول لي خصم من وانا باخد حاجة اخصب زي ما انت عايز ولما تجي الفلوس بيحلها الف حلال صحيح. فهي الفكرة ان وبعدين برضو مش مسألة اا فلوس وخلاف. نعم. نازم نقول ان انا ممكن اصبر عليك واحنا كلنا صبرنا وانا لعبت في مدل الاتحاد قبل كده وصبرت كتير لكن انا اصبر عليك في مكافأة في اتنين في تلاتة في شهر في حاجة لكن ما اصبرش عليك في كل حاجة. مصبر. يعني دي دي مشكلة انا تحديدا لان احنا السنة اللي فاتت اول خمس شهور ما كان كل حاجة بتتأخر مفيش مشكلة. يعني ممكن المرتب يتأخر مفيش مشكلة. يركب شهر على شهر مفيش مشكلة. نصبر شوية على الملابس مفيش مشكلة. لكن اني تبتدي سنة ويبقى ليك كل حاجة مقصة وانت قلت مرة اتنين و تلاتة واربعة طب انا بالنسبة لنا اقعد ليه. انا مش هحترم نفسي انما اقعد وخلاص يبقى سمي بقبض وخلاص ده مش اه انا جاي جاي اعمل تاريخ مع نادي الاتحاد او جاي اقفيد نادي الاتحاد. مم. لكن هي مش مسألة قاعدة وخلاص. لو انا شايف ان شغلي ماشي غلط. لازم كنت اخد اه ربط فعلا. مم. وعشان كده حدارك خط الاستقالة. بس لا رجع فيها يعني يا كابتل وليدي الموضوع ده ولا يعني بمكن تفكر او حاجة الفترة اللي جاية. لا 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 انا ما يعني هي الفكرة ان الاهم من ان وليدي يرجع ولا ما يرجعش دي مش قصة. اهم حاجة ان مجلس الادارة يلتزم بمشتحقات الجهاز الفني واللعيبة علشان الامور تبضبط. مم. لكن الكابتل مخطار اه الرجل ده بيشتغل فني. ورجل مع الجهاز الفني بيكتهده ومحترمين. مشكلته مشكلة فنية ان الفرقة بقى بتقدي ما بتقديش. ده شغله هو. نعم. لكن انا شغلي اداري من الدرجة الاولى. مم. فانت اثبت اه 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 التزامات الفريق. مم. ووفر كل اه حاجة صح. مم. وبعد كده وليدي يرجع وما يرجعش دي مش قصة. لكن انت تفتكر برضو يا كابتل وليد ان يعني بهدي الاوضاع. هو لعيب زي كاسونجو. كاسونجو تحديدا لان هو يعني اكتر لعيب ممكن. مسلا نتكلم على احمد الشيخ مسلا برضو. عشان ما يبقاش الكلام على لعيب بعينه. لكن في لعيب او اتنين في نادي الاتحاد سكنداري ممكن. لو فضلت هدي الاوضاع ان هم لازم يتباعوا اخر السنة دي. انا يعني بصد. دي وجهة نظرك يعني. لا انت حدد كلامك اخر السنة دي ولا في يناير. يعني مش هتفرق. يعني لو ما فيش فلوس مش هقدري. اصلا انا ما عرفش ايه اللي بيحصل جوة نادي الاتحاد سكنداري. لا انا بقول لك انا انا ما افضل في كده. انا افضل كل اللعيبة. اه افضل كل اللعيبة تستنى مع نادي الاتحاد. وعلى المجلس ان هو يلتزم بالتزاماته هو. يوفر يوفر ناحية مالية. نا. اتفق فيها مع اللعيبة ومع الجازل. ده احسن لنادي الاتحاد. لكن انا النهاردة انا ببيع المهاجم يعني المهاجم المتميز اللي عندي. قد لك محمد عبد المجيد المهاكم التالت. ياله صليبي. ياله رباط صليبي. كمان. فنادي الاتحاد ما عندوش خير اتنين مهاجمين فقط. كسونجو خالد امر. نعم. انا لما بيع كسونجو ده غلط طبعا للفرق. مم. طبعا غلط. واحمد الشيخ نفس الوضع. برضو غلط ان انا افرد في اي حد في يناير. نعم. نازم الناس دي تقعد سنة كلها. لكن تقعد السنة كلها ازاي? والناس مش واخدة. ده شغلة شغلة مجلس الادارة. ده شغلة مجلس الادارة. عموما نتمنى الاتحاد كل التوفيق يا كابتن وليد. ونتمنى لك انت انت شخصيا محترمة كابتن وليد صلاح الدين. مدير الكرة السابق بنادي الاتحاد السكنداري. اشكرك يا كابتن وليد على وجودك معنا. شكرا جزيلا كابتن وليد صلاح الدين. مهم جدا جدا نعرف ايه اللي بيحصل في نادي الاتحاد السكنداري. زي ما قلت.